والأطفال المغاربة في المهجر يحظون برعاية خاصة فبعض المساجد في هولندا تخصص حيزا واسعا لتلقينهم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحرس هذه المساجد في بلدان المهجر على الحفاظ على الهوية المغربية لأبناء الجالية المغربية وتربيتهم على مبادئ التعايش واحترام مختلف العقائد وتشارك المساجد المغربية منذ سنوات على وضع أطفال المهجر في مركز الاهتمام لتلقينهم قيم الدين الحنيف وإرساء قيم الاعتدال نسألنا أي مكان غير المساجد لتقريب الهوية المغربية والثقافة الإسلامية جزء لدينا قراءنا ورينا يحفظوا شوية الثقافة والهوية المغربية ويحفظوا شوية القرآن والعربية جيل أول والثاني كانت لهم غير على الإسلام وعلى المساجد وقاموا بتشهيد مشاجد جيدة يشكرون عليها ولكن المشكل العويس الذي متواجد على السحة هو فن التسيير والتدبير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة